اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمسلسلات اللي بتتكلم عن الأسرة المصرية مؤخرا بقيتها بنسعد بيها انه نعرف نتلم ونقعد نتفرج على مسلسل زي المسلسلات زمان بقيت حاجة مهمة والمشاركة مع الفنانة الكبيرة ساميحة ايوب وحنان سريمان امتالي ده يعني جروب قريب قوي لقلبك بعد دوق شارد يعني ده من الحاجات الاساسية السيدة منال سيفي لما رشحتني ان انا عملت دور فرحت بالتركيب الناس كلها حلو قوي الورق حلو قوي مكتوب حلو جدا ان انا ارجع اشتغل تاني من السيدة ساميحة ايوب وحنان سريمان ده كان لقاء جميل جدا جدا ممتع جدا لان انا استمتعت انا صغيرة معاهم في الدوق شارد كلنا استمتعت اطلق كمان في جروب العيلة احكي لي بقى عن كواليس جروب العيلة من احلى الكواليس اللي اشتغلتها في حياتي لدرجة المسلسل اللي احنا عملناه في حاجة وعشرين يوم زعلانين احنا خلصنا يعني مش هزين نمشي يعني بنروح بنتبسد بنقعد نهزر ونتحك ونتكلم ونستفيد من خبرات الاستاذة العظيمة ساميحة ايوب الشباب الصغير كمان كانوا جمال جدا الممثلين زميلي احمد سعيد عبدالغاني حسام فارس رشا مهدي اسلام جمال الممثلين الصغيرين كمان كانوا يجننوا بصراحة يعني كلهم كانوا حلوين قوي قوي وكنت حاسة ان انا مش بمثل انا ماما شدي شخصية شادية بقى في المسلسل وقد ايه كانت زوجة غيورة جدا غالبنة جدا والله عبيتة جدا هي زي ستة مصرية هي حاسة انها كبرت ومش مهتمة بنفسها والعيال سحلوها وهي عاملة فيها مستر كولومبو كده وبتفتش وراهم وتدور وراهم وجوزها بقى ايه في واحدة بتلعبوا يعني فطبعا كانت لازم تكلها بسنانها يعني عايتي وانت في الحقيقة كده انت اتعاملي كده مع الولاد بتفتشي وراهم لا ما بفتشي وراهم بس برضو بتابع يعني فاهم بتابع هما بيعملوا ايه بيتفرجوا على ايه بنتكلم في ايه احنا صحاب نعرف كل حاجة قبل ما نعملها في حاجات اه في حاجات لا شوية شادية طيب ده شيء مطمئن جدا الله يعنهم طيب المسلسل بيتكلم على السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا وازاي وازاي ده اثر علينا كعائلات وما بقيناش نعود مع بعض ما بقاش عندنا الوقت اروح اشوف خالي وعمتي وخالتي زي زمان زي ما كنا بنحصل ونتجمع انتي شايفة ايه من وجهة نظر الكسفاء الجلالة السوشيال ميديا مؤسرة علينا بالشكل ده جدا مؤسرة بشكل سلبي بشعي خليكي ليه نروح طالما هنتكلم في التليفون او نعمل فيديو كول او نعمل اي حاجة لأ انا بحاول مع البنات ان هما لأ في وقت هنروح نتجمع العيلة هتتجمع في وقت هنروح نزور تيتا او نزور جده يعني في ناس لطيفة قويل بعدما عرضنا مسلسل جروب العيلة اتكلموا ان هما عملوا جروب للعيلة بتاعتهم على الواتساب على الواتساب وبدأوا يرجعوا تاني عندك جروب للعيلة طيب انت على الواتساب وعمل جروب في كذا جروب في عائلات كتيرة في جروب العيلة جيبوا العيلة دي وجروب المدرسة وجروب الفصل يعني احنا عندنا شواء جروبات لطيفة قوي ونتابعة بتحاول التابع كل حاجة او لازر طيب إحنا كنا بنعرض صورة من كواليس المسلسل طبعاً مع طبعاً الفنانة القديرة ساميحة أيوب وكل الطائم الفني المشارك في المسلسل عايز أعرف يعني كنت بتكلم عنه دي المشاركة يمكن التالتة أمام الفنانة ساميحة أيوب ده بيضيف لك ايه وكل مرة يعني يمكن إحنا نتكلم دوق الشارد من 98 الفرق النهاردة وانتي واقفة قدامها ايه لا هي هي زي ما هي ما شاء الله عليها الله أكبر يعني نفس الحفز ونفس الالتزام ونفس الاحترام ما ينفعش تخشي بقى انتي بقى مش حافظة أو تخشي انتي بنتأخرة عليها عشان عيب يعني مش ما ينفعش ان انتي تبقي بتمثلي قدام فنانة قديرة وتبقي انتي أضعف من انك تقفي قدامها يعني لازم يعني كده كده انتي ضعيفة قدامها لأنها قوية جداً بس في نفس الوقت تبقي جاهزة ومحضرة وملتزمة عشان هي ايه مش عايزين نتعبها بس غير كده هي بتعمل جو وبهجة فضيع تعد تهزر وتضحك وتحكي على حاجات فكنا بنستمتع جداً بالكواليس طيب قبل على طول جروب العيلة كان فيه كلام عن الاعتزال انا مراش من يطلع هذي الاشاعة اللطيفة انا بيسألوه انتي فيه انتم يا جماعة انا موجودة لما بيجي لي عمل كويس بنزل عمله وارجع البيت يعني انا مش مش قوية في العلاقات الاجتماعية والتوجد في كل الاحتفالات وكل المناسبات لأ لما بتكون مناسبة لطيفة بروح لو المناسبة مش مش حاسة انها هضيف لي حاجة بفضل ان اعود في البيت انما كلنا بنمر فترات اكتئاب وفترات ان بعد نجاح عمل يكسر الدنيا فتعودي سنة سنتين في البيت مش بمزاجك بس انا شخصياً عمري يعني مفكرت ان انا اعتزل انا بحب التمثيل اما مستني حاجة كويسة اعملها لما جاتش الحاجة كويسة يبقى انا قاعدة في البيت وايه فترات الاكتئاب دي تعملتي معها ازاي وانا يمكن قاريت يعني كان في حديث بينك وبين الزعيم عدل امام اه وقال لي اه وقال لي اتحكي قال لي الضحك هو علاج الاكتئاب اوعيت اكتئبي مش حاجة في الدنيا تستاهل ان الانسان يكتئب عشانها بس برضو احنا بنقادمين كلنا بيجي لنا لحظات ضعف انساني كده بس الحمد لله بتعدي بسرعة وعدتيها ازاي الفترة دي لا 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 بقى بتعامل بقى مع البنات بننزل نخرج نتفسح بنروح نتفرج على مسرح نعمل اي حاجة لزيزة تخرج المود وبعدين كده الدنيا بتمشي عادي يعني البيانت البنات عندهم يقول فنية لا هي سلمة بتدرس اخراج مع الرسوم متحركة مع السينما رسوم متحركة وكرمة لسه تقولها سانوية وانت مع انه حد فيهم يشتغل في الفانوان لا يعني ما بتمنش يعني يعني سلمة تشغلتها شغلنا متعبة يعني على انهم يتخلوها قوي نفسيا وجسمانيا وزهنيا وبتضيع منك حاجات كتير قوي وبتتعيبك كتير قوي وهي ماشي ببركة ربنا يعني فهمها فانا عايزة منشتغلوا حاجات لطيفة يبسطوا بيها سلمة بس اكتر هتبقى افلام يعني ديكيومنتري او شورت موفيز يعني هي لها دماغ في السينما كده معينة مش مش عايزة تمثل ولا عايزة تبقى يعني في الاخراج والتمثيل طب والصغيرة مش معندهاش مواهب هي نفسها طبعا يعني عندها مواهب كتير جدا تيكي توك طول النهاري بس طب ولو هي عندها مواهب احنا ريتكنا نتكلم بقى على شخصية شادية في جروب العائلة مش دلوقتي يعني مش قبل ما تخل يعني على اولى جامعة كده ممكن تفكر تعمل حاجة زي كده او ما تعملش بس مش دلوقتي مش شوية صغيرة انتي عندك تخوف مثلا من انهم يقولوا ابناء مثلا انا ما سمعتها يا سلمة كتلعت معي مرة في مسلسل سبع جار كتعملها دور لطيفة صغير جدا وكتش هي يعني مكتش عايزة تمثل مخرجة شفيتها عايتين قلت لها مش تحب تمثلي قلت لها جرب جربت معجبهاش اتشتمنى ان وهي جامل جدا يعني ابناء العاملين وانها مطارفش تمثل فايت لي بص يا انا وراء كاميرا احسن لي من قدام الكاميرا الناس اللي بتشتم على السوشيال ميديا دي بتتعاملي معها ازاي اه والله وفي نفس الوقت الممثل مقدارش يمشي في الشارع لانه طول الوقت الناس من محبة الناس ليه هتوقفه وتبعيز تتصور معاه الكلام ده بتشوفيه ازاي الكلام هو عكسه هو السوشيال ميديا جرقت ناس كده على خلت قلبهم جامد انا قاعد قدامي موبايل او قدامي لابتوب ولا بطير انا بستخدم ايه ومش بحب بصفاق فاقه ده اشتم في صفاق فخلاص بقا ما بردش بصراحة الناس بترد عليهم يعني الحمد لله الجمهور بيرد عليهم كم بتتأثري؟ يعني الكلام ده بيأثر فيك؟ بدايه طبعا لان احنا اولا احنا بني ادمين احنا ستات متجاوزين وعندنا اولاد وعندنا جوازاتنا وابلادنا بيزعلوا عشان لما يقروا الكلام ده وكمان اهلينا مامتنا وبابانا وكل يعني بيزعلوا يعني اي حد بيقرى حاجة ده ما هتقيل عنك بيتدايق فيهاني انت لو انت بتحبنيش مفيش داعي يعني ان انت تشتمني يعني خلاص عدي البوست مش هيقوله الوحش اللي عد البوست من غير ما يشتم يعني فدي نقطة مهمة جدا بتمنى ربنا سهل ان شاء الله والناس تتعلم احترام الآخر واحنا بنقول انك شبه كل الستات المصريات بتهتمي ازاي بنفسك وانتي طول الوقت محتاجة انك تحفظي على وزنك وتحفظي على شكلك انا منبهدله يا بنتي والله لا والموضوع صعب كمان بعد تعدي سن الاربعين بيبقى الميتابوليزم ايج يعني الحرق عندك ضايع يعني فهمه فشوية تعملي ضايع شوية ترجعي تأكل تاني والأكل جميل يعني بتحاولي طول الوقت والشتة هو والشتة طيب يعني يمكن الناس كتير ما بتتكلمش عن عمليات التجميل لكن انت قلتني في عديد من البرامج انا ما عنديش مشكلة ان لو في حاجة محتاجة ان انا عمل عمليات تجميل اعمل عمليات بعمل حاجات بسيطة بس مش بغير شكلي يعني بعمل حاجات المهمة جدا انها تتعمل يعني سواء كابسولة المعدة او شد البطن او الحاجات اللي هي بتخليكي نفسي مرتاحة شوية بوتوكس صغير شوية فيلرس وغنانين بس انا شكلي كده متغيرش من 20 سنة هو احنا لسه كنا بنشوف المستثلات والمسيرة الكبيرة دي تتكلم علامية وعشرين فيلم او مسلسل ما شاء الله الحض لله اللهم الله اكبر يعني ربنا يا زيد انت شايفة ايه الادوار اللي لسه نعملهاش ونفسك تعملي لا كتير كتير انا اي دور هيبقى دور مؤثر والناس هتتبسط لما تشوفني بعمله وتحتربني ودي نقطة مهمة جدا لانا بحب قوي الجملة دي لما بقولي احنا بنحبك وبنحترمك فلسه كتير قوي فانا ان شاء الله مستني الفرص الحلوة تيجي وعمل لك ادوارها حلوة اكتر حاجة بتدوري عليها ايه يعني اكتر ورق بيبقى نفسك فيها هل بيحسة مثلا انه في مواضيع معاينة شغل الناس مثلا فبتدوري على ورق شغل شغل شخصية نفسها يعني حتى لو هي شخصية شريرة بس دورها مؤثر في العمل فتلاقيني مستمتعة جدا وانا بعملها حتى لو مشهد اعملوا انا وبسوطة ما بيهمنيش الكم قد ما بيهمنيك كيف انا اقدم ايه هل العمل ده لو شلت الشخصية دي مش مهم صفاء ولا غيرها هل العمل هيمشي عادي وتمر مرور الكرام ولا هيقصر على المشاهدين ويحبوا يتفرجوا عليه ده ليهمني جدا كنت لكي تصريحات خاصة بانه عايز تعملي شخصية الفنانة سناء جميل اه في موسيا انا بعشاها انا بعشاها انا اشتغلت مع اوانة صغيرة ستة عظيمة بتتحول كده فهما يعني ما احنا عاديم تبقى بتكلم عادي اول ما بتمسك الشخصية بتبقى انسان تاني خالص الجيل الزهبي ده يعني مش هتعوض لان انا الحمد لله الحمد للك كنت محظوظة الصراحة في التعامل مع كتير منهم أنا اشتغلت مع الأستاذ فؤاد المهندس اشتغلت مع الأستاذ كامال الشناوي اشتغلت مع الفنانة مديحة يسري اشتغلت مع الفنانة سميحة أيوب يعني كل العظماء اشتغلت معهم استمتعت بالشغل معهم وقد ايه هم كانوا قمة في التواضع والبساطة والشياكة وكانوا ملتزمين زيادة عن اللزوم وحبين لشغلهم زيادة عن اللزوم فأنا بتمنى بس ان انا احقق ربع اللي هم حققوه في السيرة الطيبة بعد ما امشي من الشغلانة تفتكري كلام معين ليهم اثناء الكواليس تكلم عن الأستاذ فؤاد المهندس أستاذ فؤاد المهندس كان متعة وانت بيشتغلي معاه انه بيحكي عن شويكار حب عمره يعني انا اشتغلت معاه تلاتة عام وفؤاد كنتي استغلنانا كده فكان دايما في الكواليس يقعد فيش كلام غير عن المسرحيات اللي عملها مع شويكار وعلى قد ايه هو بيحبها وشايفة اجمل نساء الكون فده كان حاجة عظيمة جدا يعني السكمال الشيناوي كان هادي جدا وبسيط جدا وخجول جدا ومتواضع جدا كان يخش الستوديو يخش قط ويجهز ويجهز نفسه ويقرأ ويخش على الستوديو على طول يشتغل يسلم علينا سلام لطيف كده والجو يبقى هادي مفوش كهرباء مفوش توطر مفوش بليانة ولنجومية ملهاش لازمة لأ في بساطة وشياكة كده كانت ممتعة جدا شبهك البساطة دي ويمكن دي اكتر حاجة الناس بتتكلم عنها وتتكلم عن صفاء جلال وتتكلم عن عام وفؤاد المتشوقة الحقيقة اننا اسمع تفاصيل الكواليس اللي كانت حصلة في عام وفؤاد كانت حلو قوي 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 وليك طول الوقت هو بيتكلم يعني ايام المسرح وما كانوا بيعملوا سيدتي الجميلة كانوا بيعملين ايه لما كانوا بيعملوا مسرحية انا وانت وهي كل حاجة كان بيتكلم التجارب المبكرة دي امام نجوم كبار تعلمت ان دي النجومية النجومية مش انتي تتبلييني ولا يبقى معاكي جيش بيهش من ناس من حواليك النجومية في البساطة وفي التركيز وفي الاحترام وفي الاتزام فبحيب دايما ان اخش العمل ادخل بشكل لطيف واخرج بشكل لطيف ما بحيبش عمل مشاكل مين فيهم يا رب دايما مين فيهم كان قدوة لك طول طريقك يعني عينك اتعلمين بصي لا انا مش يعني انا من ناس بحب سور البابلي جدا جدا وعاشقة طبعا لسناء جميل وبشوفهم يعني اكتر فنانة كان نفسي اشوفها واشتغل معاها كانت فنانة شادية لان الفنانة شادية كانت قدمت كل حاجة من البنوتة الدلوعة للستة القوية للشخصية العاملة زي والنهاية حياتها بشكل جميل جدا يا ربنا يكتبها لنا بازن الله طيب ده كده كلام يعني ليه علاقة بالاعتزال والحجاب ويمكن ده كلام طلع عليك في فترة على فكرة هو فرض يعني انا لو هتحجب النهاردة او هتحجب بكرة ده قناعاتي وده فرض ربنا او ان انا هلتزم وقرب لربنا اكتر حتى اخر مرة بيقول يوترمي نفسي اطلع الحج وبعد كده اتحجب ممكن امثل وانا محجبة لان فيه فنانات عصماء بيمثل وهم محجبات فنانة عفاف شعيب فنانة مونة عبدالغاني من الفنانات المحترمين جدا اللي بيقدموا ادوار محترمة بشكل جاي واعتقد ان هو القرار بيكون يعني في لحظة يعني ممكن تكوني مستري بتاخذي هذا القرار طيب بتشوف انه الدراما داتك حقك اكتر مس سينما خصوصا انا اكتر اكتر انا انا السينما لا سينما مش محزوظة والمسرح ما بيتصورش زي زمان يعني سواء مسرح الدولة او المسرح اللي انا اشتغلته قطاع خاص يمكن اكتر اشتغلت مسرح قطاع خاص وما بيتصورش وما بيتعاردش زي زمان كان فيه نادي المسرح وحاجات كده بتتزيع الفيديو بقى هو أو الدراما التليفزيونية هي أكتر حاجة بقدر أخذ فيها أدوار مساحتها كويسة وعمل فيها أدوار مختلف ونكلم على الجروب العيلة على وجه التحديد ردود فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع أكيد بتلاحظيها لما تكون الأعمال شبهنا ولما تكون الأعمال بتمثل الواقع اللي احنا عايشينه يعني مسألة زي اللي كنت بتكلموا فيها والسوشيال ميديا وقد إيه مؤثر على حياتنا ده شفتي إزاي لأ بصي يعني هو بداية من سبع جار الحالة دي أنا كنت بعيدة عن السوشيال ميديا خالص أنا كان عندي ألفين فولور كنت شايفهم كطار إيه أنا عندي ألفين فكشفت أن أنا حبل يعني أنهما يعني أول ما تعرضت سبع جار بقيت 17 ألف في أسبوع وبدأت الناس والشارع بتناديني كريمة فاتخضيت إن دور واصل احنا كنا بنستنى التلوزيون يعرض المسلسل في رمضان وبعدين يتشاف أو ما يتشافش والصحف تكتب لأ دلوقتي انتشار السوشيال ميديا خلى الموضوع سريع يعني فاهمه وفي جروب العيلة برضه حتى الناس اللي ما بتبقاش متابعة على المسلسل نفسه لو حصل وأغنية المسلسل حتى تزاعت وتعرضت بمشايد من المسلسل ده بيخلي الناس تروح تدور على المسلسل وتشوف عايز أقولك إن المسلسل سبع جار يعني زيادة شهرته أو إن هو الناس تتفرج عليه الفيديو بتاع الله يرحمها الجميلة العظيمة دلالة عبدالعزيز ألف رحمة ومو تنزل عليها ست جميلة ومؤسلة قديرة وإنسانة محترمة جدا كل واحد فينا هو بيشوف سبع جار كان بيشوف فيها أم المشهد بتاع الرأس ده مش عايز أقولك جاب كمية مشاهدات مرعبة فبدأت الناس توقفنا في الشارع إحنا كنا بنصور وأنا والمخرجيات بقولهم إحنا مكسرين الدنيا إزاي كده فما كناش متوقعين النجاح ده ففي حاجات السوشيال ميديا بتنجحها جدا وفي حاجات السوشيال ميديا بتظلمها برضو بس وكريمة كانت من الناس اللي الناس حبتها يعني كان بيقولوية كريمة في الشارع ودلوقتي شادية شوية بس شادية مش قد قوة كريمة كريمة المسابع جار هو اللي فتح الباب للمسلسلات اللي خاصة بالأسرة المصرية بس يا والاتجاه دلوقتي أعتقد ان احنا نعمل مسلسلات فهاش عمف ما فهاش مخدرات ما فهاش الناس مش قادرة تستحمل أكشن كتير مش قادرة تخش في الصراعات واللي عايز كده برضو موجود يعني في المنصات الجديدة بقت بتقدم نوعيا مسلسلات مختلفة على مسلسلات التلفزيون نوعيا ما ينفعش ننزل تلفزيون انتي بالرموت بتفتحي قناتك اللي انتي مشتركة فيها وتفرجي على حاجات مختلفة إنما التلفزيون والقنوات الرسمية لا محتاجين الحاجات العائلي أكتر يعني نتنقش القضايا اللي تهمينها بترجع جو العيلة وجو الجيران وأخلاقنا بتاعت زمان اللي احنا تربين عليها طيب عايزة أرجع لإنسانيات الفنانة الكبيرة دلالة عبدالعزيز والسابع الجار الله رحمه ويحسن إليها والحقيقة إنه حبها في قلوبنا بمختلف الأجيال الحب كبير جدا جدا والحديث عن إنسانياتها كبير كمان جدا علاقتك هتعامل بيها إزاي؟ لا لا هي علاقة محترمة جدا وعلاقة جميلة جدا وهي بتحترم من أصغر واحد لأكبر واحد بتعمل كل الناس نفس المعاملة بنفس الشياكة بنفس الضحكة الحلوة اللي خليك وانت في اللوكيشن بتبقي مرتاحة محدش موترك محدش داخل وعمل جو وتوتر فيه ناس كده فيه ممثلين أول ما يخش اللوكيشن يتوتر اللوكيشن والكهرب زي ما بيقوله فهي لأ هي كانت مصدر بهجة ومصدر راحة نفسية كبيرة جدا لنا كلنا في سبع جار طيب عايزة كمان برضو أتكلم معيك على شادية في جروب العيلة ومسألة إنه هي شخصية غيورة وبتفتش وراء البنات انت شايفة إن الأمهات دلوقتي مضطرة تعمل ده يعملوا ايه يعني إحنا نتابع لأن انت مهما مراقبة دي كلمة كبيرة جدا وكلمة تأثيرها على الولاد بتبقى مش حلوة وحتى على أثر الأثر التأثير على الأم نفسها آه وأنتي طلوقتي تعدى موترة نفسك يعني أنا لما بلاقي صورة مثلا مش عجباني كرما ما ينفعش صورة دي تنزل ممكن نشيلها كرما نعمل كذا سالما إيه رأيك نعمل كذا يعني أنا بتشاور معهم أكتر في كل الحاجات يعني بناخد رأي بعض بنشوف لو في حاجة هايزين نعملها بنبقى مع بعض كل ما بتقربي أكتر لأن انت الدائرة اللي حواليهم كبيرة جدا ومخيفة جدا وتأثيرك فيها صغير ولا حاجة لو انت ما بقيتش حتى إيدك طول الوقت عليهم وحتى إيدك على المشاكل دي بتحصل مشاكل كبيرة جدا فإحنا بنحاول نقلل أكتر خسائر يعني أقل خسائر نطلع من الموضوع بأقل خسائر يعني هو دايما سؤال بيتسئل الستات كده وخصوصا الستات اللي بتشتغل في حاجات ما هيش سهلة زي التمثيل زي بتوزني ما بين الأسرة والحياة الأسرية وأنك تكوني نكحة أسريا وما بين شغلك والله والحمد لله يعني أنا الشغل مش كتير أو لدرجة أن أنا تغيب عن البيت بالشهور يعني يمكن زي ما أنا صغيرة كممكن أشتغل مسلسلين تلاتة مع بعض في نفس الوقت الصبح وبالليل هنا ونوضى بالأردارات وتجري بالعربية وتروحي حتة وتعملي حتة دلوقتي لا دلوقتي بيجي عمل واحد بركز فيه ولو جاء حاجة تانية يقولهم يا جماعة أنا هننسق مع بعض بحيث أن أنا هقلس رايح أو مثلا أنا بصور والمفروض أنه دخول المدارس لأ أنا معيش أول يوم مدرسة لازم أعودي أنا كارم المدرسة في حاجات كده لازم تتعامل أنا اللي لازم أعملها فبحاول على قد ما أقدر أن أنا أواظب بين يعني أعمل بالانس بين الاتنين يعني لو جالك عمل وانت كنت مشغولة أسريا حصل وجالك حاجة مثلا لأ بعتذر ومعملت هير أه بعتذر وما بتحسيش أنه كده انت إلينا أمياتك الأسريا مأثر على الشغل هم أهم الحقيقة أنه الأولوية لمسألة الأسرة ده شيء مهم جدا جدا وأكيد البنات بيحسوا بالفرق أه الحمد لله وتشجيعهم لك يعمل إزاي إنكارما ويتفرج معي على جروب العيلة مامي أنت مامي قوي أنت لما بعمل حاجة مع البلد ما بتمثليش يعني صفاق جلال بجد شادي دي مامي اه تصرفات مامي وردودي يعني معظم الردود شبه ردودي أنا صفاق يعني فأما منت لما قريت الورقة حسيتي كده حسيتي مشغولة شرباك شبهنا كلنا احنا عندنا جروب المدرسة ففي جروب المدرسة في كل جروب هتلاقي واحدة شادية شادية دي اللي عايز أولادها نمر واحد وأشطر ناس في الدنيا وهم اللي يبقوا شطرين وهم اللي يجيبوا درجات قوي وابطال العالم في كل حالة فدي شبه شخصية كتير جدا وفيها شوية مني يعني شبه ناس عرفهم في جروب المدرسة وشبه حد معين وأنا كمان أضفت حتة من صفاق على الشخصية وفي خبرة حياتية واضح في جروب المدرسة طلعت طبعا شخصية شادية في جروب العيلة يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتينا وأسعدتينا النهاردة في القتاع يعني واحد من ألز اللقاءات الحقيقة وأنا سعيدة بيه جدا سعيدة بوجودك معنا شو الله يعني تستمر في أعمالك الفنية اللي بتبهجنا وبتضيف كتير لنا كأسرة مصرية شكرا جزيلا نفتنا صفاق على النورتينا النهاردة في القتاع شكرا جزيلا كده مشاهدينا كل ستة حلقتنا مع حضراتكم النهاردة دايما نشوفكم على ألف خير